حققت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب إنجازات في بسط الأمن والتصدي لخلايا الإنقلاب وعصابات الإجرام الساعية لزعزعات استقرار المدينة التي تشهد توسعا عمرانيا وتزايد الوافدين إليها من النازحين والمشردين الذين فروا من بطش الميليشيات الإنقلابية عندما تتجول في مدينة مأرب آمنا مطمئنا تعرف كم هي الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن لتأمين هذه المحافظة بالرغم من كونها تعيش أجواء حرب فرضت عليها استضاعت الأجهزة الأمنية أن تتجاوز كثير من الصعوبات وتؤدي الآن مهامها على أكمل وجه وقد تم تشكيل كل الوحدات الأمنية وإجادت كثير من التخصصات التي تفتقل إليها المحافظة فكل الأجهزة الأمنية تعمل ومتواجدها على الميدان في العام الماضي استحدثت قوات الأمن مواقع ونقاط أمنية بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمني عند مداخل ومخارج المدينة وتمكنت بنحباط عمليات إرهابية في حين نفذت خطة إخلاء المدينة من سوق السلاح وشاركت في تأمين الاحتفالات والمهرجانات كمنا بتدريب كثير من الوحدات والكتائب الخاصة كتائب في الأمن الخاص وكتائب للأمن العام وكتائب للمنشآت بهذا التدريب استطعنا أن نقوم بعمل أداء نوعي ويمكن للمشاهدين وممكن للأخوة المواضنين أن يلمسوا هذا العمل مقارنة ببعض المحافظات الأخرى كما تخرجت خلال عام كامل خمس دفعات من قوات الأمن الخاصة التابعة لوزارة الداخلية حضعات لتدريبات مكثفة لتعمل إلى جانب الوحدات الأمنية الأخرى بما يساهم في استثباب الأمن والاستقرار في المحافظة مليون ونصف من المشردين والنازحين يقطنون مدينة مأرب إلا أن الأجهزة الأمنية تواجه هذا التحدي باليقظة وإحباط المزيد من العمليات الإرهابية عبد البسط الشاجع لقناة يمن شباب مدينة مأرب